ما هي حضرتك زمان التبليغ والخروج معه؟ ما هي حضرتك؟ أنا أخلك في سبيل الله أخلك كيف أخلك في سبيل الله أخلك ألقي محاضرة في مسجد هناك مشكلة لكن التخصصات التي يعملها 43 يام في الشهر و40 يوم في السنة و40 في العمر وفي باكستان وكل هذا الكلام ده ما نعرف مستند جماعة منظمة لا أنصحك أن تدخل أي جماعة منظمة بهذه الطريقة أنا ما أقول لك أي فهم نفسي أنا أتشكد على القيام وعلى الأمر في المعرفة المقرر وثلاشى الأخطاء لكن هناك جزئية أنا أطلبك بها وأنت لن تختلف معي فيها الجزئية التي أطلبك بها أن تتعلم دينك حتى لا تقاطك البهيمة فهمت؟ الذي لا يتعلم دينه يسحب كما يسحب الدب لكن ما يكون أنت عندك علم وبصيرة تعرف طريح فين أنه جاي منين؟ أي جماعة كده لا تتبع أي جماعة أنت رجل مسلم مطالب بتعلم دينك مطالب أنك تتعلم دينك دينك في ماذا؟ في كتاب الله وسنة رسول الله ثم أقول أهل العلم التي توضحها تتبع هذا الطريق تتقنه بعد ذلك تعالى معي اذهب مع زيد اذهب مع عمر ادعو إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أمن يكون قلبك فارغ من العلم من تعرف حاجة؟ وتسمى واحد يضرب مثل تصدق المثل وآتاني هواها قبل أن أعرف الهوا فوجد قلباً خليئاً فتمكنه وانت فارغ أذهم أنني الأول فهل يجوزني أن أقصد معهم؟ يعني الأول إيه؟ أفضلهم يعني؟ لا لا يعني أذهم أننا أفضل ربنا منعني أفضل كتابي وتعلمت في الأظهر ما في مشكلة لكن لكن في إشكالية بس أقول لك أن أسمع الكلام في إشكالية تواجه في إشكالية بتواجه في هذه المسألة أنا جربنا أرسلنا معهم بعض إخواننا في اليمن خرجوا معهم وأن نفس الكلام الذي أنت تقوله يا جماعة اخرجوا معهم وترفقوا ترفقوا بالناس وعلموا الناس كتاب الله وسنة رسول الله فلما خرجوا مع بعضهم لوجدوا البعض يلقي بيان يتحدث بأحديث مجذوبة على رسول الله هل نسكت ولا ننتقد؟ إذا حصل إذا حصل إذا حصل الانتقاد حصل الخلاف على طول كده إذا حصل الانتقاد يا جماعة الحديث يا جماعة أولى من أن تضربوا الأمثال وتحكوا الحواديث ذكروا الناس بآية وشرحها حديث لرسول الله وبينه فقه الحديث وصحاته وضعفه ممكن يحصل انتقادات كثيرة لأنه ليس هذا المنهج اللي ماشين عليه نعم الله يسلمك فتتعب لكن يعني إن كنت تستطيع أنك تتقن تعلم كتاب الله وتتقن سنة رسول الله وتعلم كلنا نخرج يا أخي كل يوم نخرج الحمد لله محاضرات ها من غير تقييد يعني من غير إنه واحد يقييدني ولي ثلاثة أيام ونعم الله يكلمك الله يبارك